أعلنت وزارة النقل الأمريكية والكوبية أمس الأربعة عن فتح خط مباشر للرحلات التجارية بين البلدين ومن المتوقع أن تبدأ الرحلات في وقت مبكر من هذا الصيف وسيتم تسيير 110 رحلات يومية بينهما في اليوم نفسه تم توقيع الاتفاق رسميا بين وزير النقل الأمريكي أنتوني أرفوكس ونظره الكوبي أديليو سكويدو لترفع القيود التي كانت مفروضة على الرحلات التجارية بين البلدين إذا عانت من الحضر لمدة خمسين عاما وسيتم تطبيق الاتفاق فورا لتتمكن بذلك شركات طيران التجارية الأمريكية من فتح رحلات بين مدن أمريكية وكوبا من خلال الإعلان عن مناقصة ستشارك فيها الخطوط الجوية الأمريكية ديلتا وخطوط جاتبلو الجوية وذلك حسب يونيتد إيرلاينز التي قالت إنها ستستمر لعدة أشهر حيث ستفتتح في وقت مبكر من هذا الصيف لتحقيق ما يصل إلى 110 رحلة مباشرة بين البلدين يوميا بما في ذلك 20 رحلة إلى العاصمة الكوبية هافانا اشتركوا في القناة